السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشرح طريقة اشتراد المحفوظات وكلمات المرور والمفضلة وجميع بيانات المتصفح من متصفح لآخر سنشرح الطريقة في ثلاث متصفحات اللي هي جوجل كروم ومايكروسوفت ايج وفايرفوكس فلا تنسوني شباب دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية شباب سنشرح الطريقة بكل اختصار في متصفح جوجل كروم كل اللي تحتاجون تسوونا تروحون على الثلاث نقاط اللي على اليسار وبعد كده تروحون على الاعدادات وبعد كده يا شباب من هنا تروحون على استيراد الاشارات المرجعية والاعدادات تضغطون على هذا الخيار بعد كده يا شباب من هنا تختارون المتصفح اللي تبغون تستوردون مننا البيانات فنختار مثلا مايكروسوفت ايج رح تقدرون تستوردون مننا المفضلة والاشارات هنا عندكم مايكروسوفت اللي هو المتصفح القديم تقدرون تستوردون له سجل التصفح والمفضلة ومحركات البحث فإذا سويتوا مثلا عليها علامة صح راح تقدرون تستوردون هذه البيانات من المتصفح لآخر تقدرون تختارون أي متصفح تبغونا فمثلا اللي هو متصفح فيرفوكس هنا تقدر تختار البيانات اللي تبغى تستوردها مننا المفضلة أو سجل التصفح أو كلمات المرور أو الملء التلقائي فبعد ما تخلصون تسوون استيراد وبعد كذا تسوون تم بعد كذا يا شباب راح يتم استيراد جميع البيانات من متصفح فيرفوكس إلى جوجل كروم فالآن يا شباب خلونا نروح المتصفح الثاني اللي هو متصفح مايكروسوفت إيج خلونا نجرب عليه الطريقة وكي يا شباب راجعنا لكم الآن من متصفح مايكروسوفت إيج عشان تقدرون تسوون استيراد للبيانات من أي متصفح إلى مايكروسوفت إيج تروحون على الثلاث نقاط اللي هنا وبعد كذا تروحون على الإعدادات بعد كذا يا شباب تروحون على هذا الخيار اللي هو استيراد بيانات المتصفح من هنا يا شباب تختارون المتصفح اللي تبغون تسوين استيراد الملفات مننا مثلا جوجل كروم تسوين استيراد فبعد كده يا شباب هنا برضو تقدرون تختارون المتصفح اللي تبغون تسوين استيراد الملفات مننا وهنا عندكم نفس المتصفح اليوزر تختارون أي يوزر تبغانا بعد كده يا شباب من هنا تحت رح تلاحظون الأشياء اللي عليها علامة صح هذه اللي رح يسوي لها استيراد مثلا قوام المفضلة بعد ما تخلصون تضغطون على استيراد وبعد كده تسوون إغلاق فكده رح ينقول لك أغلب الملفات إلى متصفح Microsoft Edge ولو تلاحظون الآن شريطة مفضلة انتقل من متصفح Google Chrome إلى Microsoft Edge فهذه يا شباب الطريقة بكل اختصار متصفح Edge فخلونا نروح الآن على متصفح Firefox رجعنا لكم يا شباب الآن من متصفح Firefox فالطريقة يشاب عشان تستوردون أي بيانات من متصفح آخر إلى Firefox تروحون على هذه الثلاث نقاط اللي هنا وبعد كده تروحون على العلامات وبعدين تسوون إدارة العلامات أو أدر العلامات بعد كده رح تفتع عندكم المكتبة رح يظهر عندكم هذا الخيار الاستيراد والحفظ الاحتياطي تضغطون عليه وبعدين تضغطون استورد البيانات من متصفح آخر فهنا تختارون يا شباب المتصفح اللي حابين تستوردون منه البيانات رح أختار اللي هو Google Chrome بعد كده نضغط التالي وهنا تختارون الـ User أو الـ Profile اللي حابين تستوردون منه رح أختار هذا وبعد كده التالي وهنا تضغطون علامة صح على الأشياء اللي تبون تستوردونها وبعدين التالي وبعد كده تسوون إنهاء وكده بكل سهولة تم استيراد البيانات إلى المتصفح Firefox لو تلاحظون عندي هنا هذه اللي هي المفضلة عندي في Google Chrome انتقلت لمتصفح Firefox فهذا كان يا شباب شرح اليوم بكل اختصار أتمنى أنه كان شرح بسيط وسهل لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلام شكرا شكرا